تسببت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في خسائر كبيرة امتد تأثيرها إلى معظم دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كما تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في تأدعيات اقتصادية سلبية بسبب توقف صدرات البلدين من إمدادات الطاقة والوقود والمواد الغذائية المزيد تستعرضه لنا الزميلة هالا الحملوي أهلا بكم لم تكن روسيا وأوكرانيا وحدهما من دفع ثمن النزاع الدائر بينهما منذ عام مضى بل يدفع العالم الثمن أيضا البداية كانت قبل عام غيوم كثيرة تجمعت في سماء العلاقات الدولية إثر قيام روسيا بعمليات حشد عسكري واسعة النطاق على الحدود الشمالية لأوكرانيا وصحبت عمليات التعبئة العسكرية حملات سياسية وديبلوماسية تبادلت فيها موسكو وعواصم الغرب لاتهامات وأعلنت روسيا رفضها لأي أمر يوحي باقتراب كييف من الانضمام لحلف النيتو الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا عليها على مدى عام دارت مواجهات ضارية بين الجانبين الروسي والأوكراني على جبهات متعددة تغير مصار النزاع مرات عدة وبينما فشلت روسيا في اقتحام العاصمة كييف إلا أنها نجحت في ضم أربع مقاطعات أوكرانية في الشرق والجنوب تشكل في مجموعها 20% من الأراضي الأوكرانية على الجانب الآخر فإن أوكرانيا التي نجحت في الدفاع عن عاصمتها بات عليها أن تقود هجوما مضادا نجح في تحرير عدد من المدن في الشرق والجنوب وأبقت سلتها مفتوحة على البحر الأسود كل ذلك بفضل دعم غربي سخي بالسلاح والمال وفي موازات العمليات العسكرية فإن روسيا التي دخلت الحرب لمنع توسع حلف شمال الأطلنطي حققت من خلال العمل العسكري أعلى درجات التضامن التي يعرفها الحلف منذ وقت طويل وفوق كل ذلك طلبت السويد وفنلندا المحايدة الانضمام إلى الحلف ونتيجة تمدد الحرب فإن التعبير الروسي بأن الحرب ما هي إلا عملية عسكرية خاصة أصبح حربا شاملة تستدعي التعبئة العسكرية الشاملة وتغيير القيادات العسكرية ثلاث مرات وإقحام جماعات مسلحة روسية إلى ساحة العمليات ألحقت هذه الحرب المستمرة حتى الآن خسائر كبيرة للبلدين لكنها ليست مجرد شأن إقليمي يدور بين بلدين متجاورين بل امتد تأثيرها إلى معظم دول أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لما لها من تداعيات اقتصادية كبيرة على هذه البلدان مسببة أزمة اقتصادية كبيرة بسبب توقف صادرات روسيا وأوكرانيا من إمدادات الطاقة والوقود والمواد الغذائية حيث تحتلان مركزا هاما في سوق المنتجات الزراعية في العالم وتمثل صادراتهما من القمح 23% من السوق العالمية وأدت الأزمة الأوكرانية أيضا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والوقود في الدول التي كانت تعتمد على صادرات هاتين الدولتين وتراجع مستوى معيشة سكان هذه الدول التي لا تزال تعاني من نقص في المنتجات وغلاء في الأسعار وارتفاع في أسعار الوقود قبل ذكرى الحرب الروسية الأوكرانية وفي إشارة إلى أن الأزمة آخذة في التصاعد أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة لم يعلن عنها مسبقا إلى كييف وعد خلالها أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وبدعم لا يتزعزع حيث تعد الولايات المتحدة من أكبر الداعمين الغربيين عسكريا لأوكرانيا حيث بلغ حجم المساعدات أكثر من 30 مليار دولار منذ بداية عهد الرئيس بايدن وفي ظل عدم وجود بادرة على إمكانية إحلال السلام شهدت الفترة الأخيرة تصريحات من مختلف الأطراف عن إمكانية التوجه للتفاوض لتسوية الأزمة حيث كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب مؤخرا عن استعداد بلاده للاتفاق مع جميع أطراف النزاع في أوكرانيا على حلول مقبولة مشيرا إلى أن تلك الأطراف ترفض ذلك على الجانب الآخر تطالب كييف بالانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية كشرط مسبق للتفاوض وهو الأمر الذي ترفضه روسيا بشكل مطلق مر عام على بداية الأزمة الأوكرانية بينما يحاول العالم التحرر من عبئها هذا العبء الذي أثقل كاهله ويحاول التكيف معه ولأن الحرب اندلعت في أواخر عامين من وباء أصاب أغلب دول العالم بما يقارب الشلل فقد بدأ أنها تمثل فصلا جديدا من تآمر المرض والسياسة على حياة المجتمع الإنساني برمته